انتبهوا أيها الإخوة أن الجماعة الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وآله كانت مهمتهم مهمة تبليغية وليست قتالية صحيح؟ مع ذلك هل تركهم بلا رئيس؟ بلا أمير؟ لا مع أن عددهم كم؟ أربعون فقط أمر عليهم المنذر ابن عمر الساعد رضوان الله تعالى عليه ما يكشف أولا عن أن كل جماعة تلتئم تنتظم قاصدة أن تبلغ أن تقوم بعمل من الأعمال التبليغية أن تقوم بمشروع ما من المشاريع الدعوية مثلا لا بد أن يكون لها رأس يرجع إليه يأمر وينهى هذا أمير يعني شنو أمير؟ أمير يعني يأمر هذا المنذر ابن عمر لا هو بنبي ولا هو بوصي صحيح؟ يعني معصوم ليس بمعصوم ولكن إن خالفه أحد هل يكون مأثوما أم لا يكون مأثوما؟ ليش؟ شون السبب يقول أنت مو معصوم؟ شون لازم نسمع كلامك؟ إيه؟ مو معصوم بس لازم تسمع كلامي ليش؟ لأن ولايتي اكتسبتها ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه و هو اللاني عليكم أنا أخطئ صحيح أنت مأمور أن تتابعني على ما أنا عليه إن أصبت فأصبت لأجر مضاعف من عند الله إن أخطأت أيضا لأجري عند الله عز وجل ما دمتم متحريا مجتهدا مقتصدا لكن أنت في كل الأحوال ليس لك الحق في مخالفتي وعصيان أمري أنا الأمير عليك كثير من مشاريعنا وطموحاتنا بالمناسبة وأنا عاصرت تدرون أنا في السلك الديني وفي سلك الخدمة الدينية منذ الصبا كثير منها تفشل لهذا السبب لا يوجد أمير لا يوجد رئيس لا يوجد قائد يحتكم إليه ويرجع إليه وتنفذ أوامره الأمور في مؤسساتنا الدينية مع الأسف فوضوية ليس فيها نظام أمور تمشي كما يقال بالبركة يعني إذا توافقوا متونسين ببعض وعلاقاتهم زينة مع بعض ممكن يحققون شيء مثلا شيء أما إذا هذا رمال كلمة على هذا وذاك شوي يتزاعل مع هذا كل شيء ينهار والمصيمة مو بس ينهار هو الواحد يأكل الثاني بعدين واحد يؤذي الثاني واحد يريد أن يحطم الآخر ما عنده مانع أنه أصلا يحطم المشروع الديني كله فقط شفاء لغليله يعني شفاء لغليله يعياذا بالله يريد أن ينتقم يعني ما عنده أدنى مسؤولية دينية أدنى مسؤولية أخلاقية ما يستحي من الحجة ابن الحسن عليهم السلام ما عنده أي مانة يعني يقول أنا من بعد الطوفان علي وعلى أعدائي مثل ما يقولون أخرب كل شيء يصير عنصر تخريبي فاسد يريد أن يقوض كل الجهود والله ما أدري شنو ليش هذا فلان رمى عليك كلمة مثلا سيئة مثلا هذا إي طعن علي هذا طردني هذا ما أدري ما سلم علي ذاك اليوم بشكل صحيح هذا ما أدري عاملني بهذه الطريقة مثلا السيئة هو خل نفرض صحيح فلنفرض هكذا فعل بك يحق لك شرعا أنه أنت تحبط الجهود الدينية الأعمال الدينية التي تسر محمدا وآله الطاهرين عليهم الصلاة والسلام يجوز هذا أم هذا دناء وهذا انحطاط وهذا في الحقيقة جريمة في حقهم عليهم الصلاة والسلام هذه مشكلة كثيرة من الناس أسها ما هو أنه معظم العاملين في سلكنا الديني لم يتربوا على هذا النظام الذي أرساه رسول الله صلى الله عليه وآله وهو أي نظام نظام الأمير والمأمور الأمير والمأمور أنت خلص هذا أربعين إذ وعلا شنو خلي نسميهم هيئة لجنة مؤسسة أيا كان أنت هذه سرية تذهب لل لا للقتال تذهب للدعوة بس عليكم أمير هو يأمر تحتكمون إليه لازم تنفذون أوامر لو كل مؤسساتنا الدينية عملت بهذا النظام والهدي النبوي لقضينا على كثير من المشاكل لكن المشكلة ما هي كما قلت أن كثيرين ليسوا مستعدين لهذا مستعدون لأن يكونوا على شاكلة أولئك القوم الذين كان يئن منهم أمير المؤمنين عليه السلام يئن يئن حقا في الكوفة ماذا وصفهم بماذا وصفهم جملة من الأوصاف إحداها ما هي كل منهم أمير نفسه أمير نفسه خلص لا طاعة أو لا أمر لمن لا يطاع كل منهم أمير نفسه خلص يعني أمير المؤمنين عليه السلام هو الذي يأمر بأمر لا يطاع يعني كل واحد يقول أنا أمشي على حسب رأيي وحسب فهمي للأمور وحسب قناعتي حسب قناعتي ولاة أمير المؤمنين عليه السلام بعضهم كانوا يشتكون أنه لا يسمعون كلامنا لا ينفذون أوامرنا يعني أمير رؤوني عاقد ولاية لفلان قال إلا أنت فلان أنت مثلا الولي أو الأمير على ذلك القطر مثلا ما يسمعون كلام فتصير انهيارات هذا حالنا اليوم لما نقول للأمة علينا أن نطيع الحاكم الشرعي وإن لم يعجبك حكمه لا يعجبك صحيح أحيانا ما يعجب خصوصا إذا كان واحد أحيانا متفقه في الدين مراهق للاجتهاد شيء من هذا القبيل مجتهد أصلا مجتهد فلنفرض مجتهد أحيانا لا يرى أنه بالفعل هذا المرجع ليش مثلا يفتي بهذه الفتوى أو ليش يحكم بهذا الحكم أو ليش سياسته هي هذه منطقه هذا ما دام الأمر ضمن مسرح الاجتهاد فلابد أن تحترم لك أن تنتقد صحيح ممكن تنتقد بأدب كذا بس بالنتيجة القرار النهائي الأول والأخير لمن للمرجع الذي انعقدت حجيته من صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام يوم قال إنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم لكن شنو اللي صاير من الآفات في أمتنا اليوم التمرد نعم جماعة من هؤلاء الأغرار ما أدري عندهم هكذا لوثات جديدة أفكار يعني طفولية نعتبرها إما مالوا شيئا ما للحشوية الجدود إما مالوا لما أدري أفكار يعني حداثوية كذا يرفضون طاعة مرجع التقليد الجامعي للشرائط ويتطاولون أحيانا وخلاص أنا ما أعترف أصطنباء أولئك المراجعة تسألت تقلد من يقول أقلد صاحب الزمان عليه السلام هذا تخيل تخيل لو أنه واحد من هؤلاء الأربعين جاء المنذر ابن عمر أميرهم وقرر هذا القرار قال نحن ننزل ببئر معونا الآن خلاص رح ننزل بهذا الموضوع فلنفرض ذاك كان فلنفرض من الذين يعني لديهم حدس فقال أنا حدسي قوي وأرى أن قرارك هذا خاطئ سيغدرون بنا مثلا دعنا ننزل في مكان آخر مثلا يعني وإفرضوا أنه سأله أولست على طاعتي فقال لا أنا على طاعة رسول الله أين أين يكون في تلك الساعة أين يكون مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وآله حقا أم مطيعا لهواه في الحقيقة لأنه طاعة رسول الله تقتضي طاعة المنذر ابن عمر فكذلك هذا الذي يقول أقلد صاحب الزمان عليه السلام أولا طريقك إلى صاحب الزمان من وأنت عندك طريق مباشر حتى تقول أقلد صاحب الزمان عليه السلام شنو هذا الكلام الهراء كلام هراء هذا هذا اللعب بالألفاظ أقلد صاحب الزمان وأنت قادر تلتقي صاحب الزمان عليه السلام أنت شكولاتك حتى تروح تقول والله أنا أسأل صاحب الزمان عليه السلام مسألة يجيبني مثلا الطريق إلى صاحب الزمان في مثل هذا الزمان زمان الغيبة هو الطريق الذي رسمه صاحب الزمان عليه السلام طريق الفقه طريق الفقهاء مو طريق هؤلاء الذين ما أدري يروح يقرأ لكلمتين صفحتين كتاب الوسائل ويقول خلص أنا أعتمد على الروايات وأخذ بالروايات وهو لا فاهم روايات ولا فاهم حتى لغة عربية أحيانا لغة عربية ما يعرف أصلا حتى يفهم الروايات ويستنبط منها الأحكام كلام بطالي يعني كلام وناس فارغين هذا على صعيد الاعتقاد وصعيد العمل يعني الأحكام الشرعية أما على صعيد العمل الميداني الشيعي العمل التبليغي العمل المؤسسي فحدث ولا حرج بعد حدث ولا حرج إذا لم يرق له الأمر تجده يبسط لسانه ويقطر منه ما يقطر من القيء والأذى لمجرد أنه لم يرق له القرار الكذائي ومن ثم يتمرد ويؤذي ويهذي ويفسد ويخرب ويقول لا طاعة لغير المعصوم هو أنتو تدعون بأنفسكم العصمة أنتم لستم بمعصومين صح لسنا بمعصومين ولكن مادم تدخلت في هذا الإطار فأنت محكوم أنت مأمور عليك الطاعق ما حد يجي ضربك على أيدك وقال تعالي تفضل أنت من جئت وتوسلت حتى تدخل ويقبل بك ضمن هذا الإطار أسس فلان مثلا مشروعا ما دينيا ولنفرض أن يكون هذا المشروع مثلا تحقيقا لبعض الكتب القديمة مثلا يعني جهود مباركة طيب جاء وقال أنا أريد أن أحقق أن تحققوا لي هذا الكتاب وأن يسطر بهذا الشكل الكذائي مثلا تجمع به في الهوامش هذه المصادر هذه التخريجات هذا كذا يطبع بهذا الشكل يطبع بهذا الجلد بهذه الألوان بهذه المواصفات أنا بالنتيجة صاحب المشروع هذا يجي يدخل يقول لا أنت شنو هذا الحشي شنو هذه القرارات هذا راح يكون مصحيح أو يقول لا أنا اجعلني في محلي فلان فإن لم تجعلني فلتعلمن لأغصصك بريقك مثلا عرفت شلون عينني أنا أنا مثلا لازم أكون بالنتيجة الآن اتفقت معه لم تتفق معه عليك بأن تضيعه حتى يمضي المشروع سواء أصاب المشروع أو لم يصب أنت من دخلت أنت محكوم خلص لكل كيان تنظيمي لا بد أن يكون هناك أمير أي بمعنى أن يكون هناك قائد رئيس له هو صاحب القرار أما لما تكون الأمور هكذا فوضوية لا يوجد صاحب قرار سننتقل من فوضى إلى فوضى تتبعثر كل الجهود تضيع لاحظتم المسألة وين ومرة أخرى نثني ونقول إن الواجب في المشاريع الدينية خاصة إذا كانت كبرى ربما إذا مشاريع دينية صغرى محدودة ربما تمشي بلا أمير يعني دون أن يكون من يحتكم إليه لكن المشاريع الكبرى لا لا بد أن يكون لكل مشروع من هذه المشاريع أمير يرجع إليه لازم تعود نفسك على طاعة هذا الأمير هذا المدير هذا الرئيس أي كان مسماه المهم تعود نفسك على طاعته وإن لم تتفق معه إلا اللهم من البداية تقول أنا خلاص لا أتفق شكر الله لكم ولنا وأنا بعد اعذروني من المشاركة في هذا المشروع وتذهب إلى حال سبيلك مع إبقاء الود فيما بين الطرفين تكون شهما تكون رفيع الأخلاق في ذلك أما لا تريد أن تبقى وفي نفس الوقت تخبث ولا تطيع وتؤذي خلاص يا أخي هذا بعث إليكم في تلك البلاد من قبل هذه الإدارة وقالت لكم هذا الأمير عليكم فأطيعوه خلاص هذا هو هذا الآن روحوا أطيعوه رأس واحد ليش بعد الجدال والنزاع وأنه لا هذا ما يفتهم هذا اللي انتو بعثتو ما يفهم هذا كذا أصلا نفرص نفرصا ما يفهم ولا شيء خلاص النتيجة هو القرار بيده والمسؤولية تقع على رأسه هو بالنتيجة اللي رح يأكلها بعدين هو اللي رح يحاسب بس انت لش تتمرد وتعصي وتحدث بلبلة لا يستفيد منها أحد إلا العدو لماذا؟ شوي خلي نرجع إخواني خلي نرجع للهدي القرآني للهدي النبوي للهدي المعصومي الشريف حتى نعرف كيف يمكن لنا أن نحقق الإنجازات الكبرى وما ينقطع علينا الطريق شوفوا إخواني صدقوني لو لا هذا النظام الصارم الذي أرسيناه في هذا الاتحاد لما تحقق شيء البته مسيرة اتحاد خدام المهدية عليه السلام فيها إنجازات وفيها إخفاقات بطبيعة الحال ولكن الغالب على هذه المسيرة إنجازات عظمى غير مسبوقة مع أن هذه الجهة كما تعلمون أكثر جهة محاربة ربما على مستوى العالم يعني كجهة دينية يعني كجهة دينية أتكلم لأنه من يحاربها ليس فقط البعيد بل حتى القريب يعني لمنك بيك هذا الذي يدعي أنه شيعي أيضا يحاربك ترجمة نانسي قنقر